اشتركوا في القناة وتم الانتهاء منه عام 1854 في عهد الخديوي عباس الأول كما تم الانتهاء من خط القاهرة السويس في عام 1858 ومع زيادة الاعتماد على هذا المرفق الحيوي نتيجة التطوير العمراني والحضري وزيادة المتسارعة في النمو السكاني واتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان كل ذلك أدى إلى زيادة الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية ولقد مر هذا المرفق الحيوي بمراحل تطوير متعاقبة عبر تاريخه لكنها لم تكن لتواكب الازديادة المتعاضة في عدد السكان وعدد مستخدمين وهو ما أدى إلى فترات من التراقع في شبكة قطاعات السك الحديد والتي انعكست سلبيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركان فقبل عام 2014 كان هناك عدد كبير من التحديات حيث كان متوسط أعمار الجرارات بالهيئة 35 عاماً معظمها متهالك بشكل كبير كما أن أسطول عربات الركان كان متوسط أعمار من 30 إلى 40 عاماً وأسطول عربات البضائر يعاني من الإهمان بالإضافة إلى تهالك البنية الأساسية من سكة ومحطات ومزلق نام وتقادم نظم الإشارات ووسائل السيطرة على مسير القطراء وسوء حالة الورش وتقادم المعدام وفي عام 2014 قالت القيادة السياسية كلمتها واتخذت قرارها لن نقبل أن نحن يبقى مستوانا كده ولا أداءنا يبقى كده لازم ننهض ببلدنا ونقوم بيها وبفضل الله سبحانه وتعالى حنقوم بيها وانطلقت رياح التطوير ودارت عجلة التحديد لمنظومة السكك الحديدية والتي تمتلك خطوطاً تصل إلى عشرة آلاف كيلو متر حيث تم التخطيط لتطوير جميع قطاعات الهيئة على التواسل سواء بتطوير الوحدات المتحركة أو جرارات أو عربات الركاب أو عربات البضائع والبنية الأساسية من خلال تجديدات السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على جميع الخطوط الرئيسية للشبكة لزيادة معدلات السلامة والأمان وتطوير الأعمال المدنية والمحطات ونظم التحكم لجميع المزلقنات وكذلك رفع كفاءة وتطوير الوراش المختلفة ولم تخفى الوزارة النقل العنصر البشري والذي تم التركيز على تأهيله ورفع كفاءته حيث تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالسك الحديد لتخريج كوادر جديدة قادرة على مواكبة التطور الكبير في هذا المجال بالتوازي مع تدريب وإعادة تأهيل العناصر الحالية بالهيئة من خلال تنفيذ دورات تدريبية مكثفة بمراكز التدريب الموجودة بمناطق الهيئة المختلفة ويهدف هذا التطوير إلى زيادة طاقة النقل للركاب بشبكة السكك الحديدية للوصول إلى طاقة نقل تقدر بواحد ونصف مليون راكب يوميا بحلول عام 2024 ثم مليوني راكب يوميا بحلول عام 2030 بدلا من مليون راكب يوميا حاليا وكذلك زيادة حجم المنقول من البضائع بخطوط الشبكة لتصل إلى 13 مليون طن سنوية بحلول عام 2025 لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل التلوث وزيادة العوائد المالية للهيئة فقد تم التقطيط لإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكذلك التطوير والتحديث الكامل لأسطول الوحدات المتحركة للركاب والبضائع ولتطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة للركاب تم التعاقد على توريد 260 جرارا جديدا ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب أليل للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات حيث تم الانتهاء من توريد 110 جرار حتى الآن وجاري رفع كفاءة وإعادة تأهيل 172 جرارا قديما كما تم التركيز على إعادة تأهيل وتطوير جميع عربات الركاب القديمة بالهيئة بإكماله 1791 عربا وتم الانتهاء من توريد 658 عربة جديدة للركاب ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة مختلفة الانواع والتي تم التعاقد عليها مع التحالف الروسي المجرين والتي تعد أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد ولقد شهد نهاية العام الماضي لحظة تاريخية فارقة لهيئة سكك حديد مصر حيث شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الظمهوري رفع آخر عربة قديمة من أسطول التشغيل اليومي موسيقى لتصبح كافة عربات أسطول التشغيل اليومي جديدة أو مجددة بورش الهيئة والتي تم التخطيط لتطويرها بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات للارتقاء بمستوى خدمات الصيامة والعمرات بهذه الورش وزيادة معدلات السلامة والأمان وقد تم الانتهاء من تطوير 26 ورشة حتى الآن من إجمالي 33 ورشة موسيقى وفي مجال تدعيم أسطول عربات الركاب فقد تم وصول القطار الأول من إجمالي سبعة قطارات من شركة تلغو الإسبانية العالمية وجاري أعمال التشغيل التجريبي للقطار حالياً حيث تمتاز قطارات تلغو بالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم على الساعة وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية في عربات الدرجة الثانية ونظام إنذار للحريق للحفاظ على سلامة الركاب وشبكة واي فاي وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتسازات بما يحقق الراحة للركاب في الصراعات العالية ومقاعد ودورات ميال مخصصة لذوي الهم كما اهتمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكاك حديد مصر بمجال نقل البضائق حيث تم التعاقد مع مصنع سماف التابع للهيئة العربية للتصنيم لتوريد ألف ومائتين وخمسة عشرة عربة بضائع جديدة أنواع مختلفة كما يجرى حالياً اتخاذ إجراءات فعلية لتحويل قطاع نقل البضائق إلى شركة بمشاركة القطاع الخاص لإخدث نقلة نوعية هامة في هذا القطاع الحيوي الهامة سكاك حديد مصر تنقل أكثر من مليون مواطن يومياً وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون راكب سنوياً وتخدم كافة محافظات الجمهورية مسؤولية كبيرة على عاطق وزارة النقل وتخلق تحدياً كبيراً في فتح أفاق جديدة للمواكبة المستمرة للتطوير الحادث عالمياً في مجالة النقل المختلفة وبما يليه ببلد عريق اسمه مصر وبالجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر